الرؤية هي خبر من الله تبارك وتعالى عن طريق المنام بل إن شئت قل هي رسالة نصية ربانية لعبد من عباد الله بواسطة ملك من الملائكة عليه الصلاة والسلام فالرؤية الصالحة اعلم يقينا إذا ما رأيتها في منامك فأعلم أن الله تبارك قد حباك وخصك بهذه الرؤية وحرم غيرك لهذا قال صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاثة الرؤية الصادقة من الله وحلم من الشيطان وحديث النفس كلامنا على القسم الأول الرؤية الصادقة أيها الحب الكرام هي دائما تفرح الإنسان وتبشره لقوله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي لو رآها الإنسان في أول عمره لن ينساها إلى أن يتوفاها الله أيضا كذلك غالبا ما تكون الرؤية الصادقة قصيرة مترابطة لا ينساها صاحبها دائما تأتي في البشرى وهكذا الله تبارك وتعالى يقول فبشر عباد اعلم إذا رأيت مثلا بيت الله مسجد رسول الله المسجد الأقصى رأيت كذلك الجنة الملائكة الحور العيل الأعمال الصالحة العبادات هي من الله بشرى لك أنت لماذا؟ حتى كما قال تبارك تعالى فثبتوا الذين آمنوا الرؤية الصادقة تثبيت لك على دينك تثبيت لك على التزامك تثبيت لك على إسلامك لا تظل أن الرؤية هكذا مجرد يعني عابر لا وإنما المقصد منها يخرجك الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور أيضا كذلك الرؤية الصادقة أقول أن غالبا ما تبشر الإنسان وتدعوه إلى الخير ودائما ما تطلب تعبيرها ونحن كم وكم سمعنا أن الإنسان يقول رأيت رؤية منذ كذا كذا عام ولا يزال يذكرها ولا يزال يطلب تعبيرها القسم الثاني هذا طبعا المبشر القسم الثاني المحذر المحذر كأن يرى الإنسان أشياء تحذرهم من يعني معصية الله تحذرهم من عدو قادم لقدر الله وهكذا إذن نحن كلامنا على القسم الأول وهو المبشر بالخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرؤى التي نسمعها ونعبرها خالصة لوجهه الكريم تبارك وتعالى أيضا أيها الحب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث وعبر أكثر من رؤية لأصحابه الكرام كلها رؤى صالحة مبشرة رؤية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ملكين وذهب به ورأى جهنم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلم إلى الليل يقول نافع فما ترك عبد الله قيام الليل أبدا وهذا واضح لأن الرؤية الصالحة دائما تبشر الإنسان بالخير العظيم فأقول أيها الحب الكرام إذا ما رأيتم رؤية صالحة مبشرة فعليك أن تفرح وتطلب تعبيرها ممن تظن أنه يحسن التعبير لأن البعض من الناس قد يذهب إلى يمينا أو شمالا لأناس لا يحسنون التعبير فيفسد عليه رؤيته ولكن نقول اسأل كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقص الرؤية إلا على عالم إلى آخر الحديث الآن أيها الحب الكرام نخرج نشاهد أرقام البرنامج لمن أراد أن يشاركنا في هذا البرنامج فما عليه أن يقرأ هذه الأرقام ثم بعد ذلك يتصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم أيها الحب الكرام أجمل ترحيب مرة أخرى في هذا البرنامج المبارك بإذن الله تبارك وتعالى الآن أيها الحب الكرام أيضا سوف نخرج إلى فاصل ونشاهد هذا المقطع الفيديو الذي يتكلم عن مشهد عظيم سوف نؤلق عليه ونبسط القول عليه بإذن الله تبارك وتعالى شاهدوا هذا المقطع ومن ثم نعاود إن شاء الله حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه رام حياكم الله في هذا البرنامج المبارك شاهدتم هذا الأمر أظل ربما يقول البعض شاهدنا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شاهدنا يقضة شاهدنا ملاما وماذا يدل على هذا الأمر أقول أيها الحب الكرام المدينة المنورة صلوات ربي وسلامه عليه على صاحبها أفضل وأكمل صلاة وزكاة المسجد النبوي بناه النبي عليه الصلاة والسلام حجرا حجرا المسجد النبوي منه انطلق الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا من مشارق الأرض ومغاربها المسجد النبوي صلى فيه إمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه المسجد النبوي الذي قام فيه عليه الصلاة والسلام سنوات عدة قائما راكعا ساجدا لمولاه تبارك وتعالى المسجد النبوي خرجوا منه رجال قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال المسجد النبوي نزلت فيه الملائكة المسجد النبوي دخله جبريل سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي فيه العشرة المبشرون في الجنة وغيرهم فيه الأنصار فيه المهاجرين المسجد النبوي فيه عمر فيه أبو بكر فيه عثمان فيه علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا فيهم أبو عبيد بن جراح أمين هذه الأمة فيهم أبو هريرة حافظ هذا الدين والحديث فيهم ابن عباس ترجمان القرآن ماذا أقول هذا المسجد إذا رآه الإنسان في منامه يعلم علم اليقين قد نال شرفا عظيما من رأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اتباع السنة والإكثار من الصلوات وربما يسافر سفر طاعة قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر منها مسجدة عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث روح البخاري أيضا كذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعبر بالمحافظة على الصلوات الخمس والإكثار من النوافل والسنن الرواتب قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام رواه البخاري من رأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ربما يدل على العمل الصالح وحسن الخاتمة قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة رواه البخاري أيضا من رأى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا طبعا في باب الفضائل الحذر من البدع ومحدثات الأمور الدليل على ذلك أن لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر موجود في هذا المكان الشريف كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتا لهذا ينبقي الإنسان إذا رأى الرؤية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها تأويلها ومدلولها أيضا كذلك ربما يدل على الحذر من ترك السنة يقول سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وارضاء يروي لنا حديثا أو أثرا عن عمر رضي الله عنه وارضاء حصب بعض الصحابة بحجر ثم انتبه وقال ائتني بهذين الرجلين فلما أتي بهما إليه قال يعني من أين أنتم قالوا من الطائف قال أما إنكم لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم كيف ترفعون صوتكم أو أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رؤية المسجد النبوي فيه خير كثير فيه تبشير وفيه تحذير أيضا إذا رأى الإنسان المسجد النبوي في المنام رأاه بهيئته الجميلة المعروفة يدر ربما يتبع السنة ويتمسك بها وقد يسافر إلى هذا المسجد المبارك ويتعبد الله تبارك وتعالى فيه هذه بعض العلامات وبعض الفوائد ممن رأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في منامه سدل على هذا الخير الكثير فنحن نقول للأخوة والأخوات جميعا إذا رأيتم رؤية طيبة مباركة مبشرة بالخير كهذه الرؤى مثلا أو غيرها من الرؤى المباركة فنتواصل معكم إن شاء الله وكل مننا يدلوا بذلوه في هذا الباب لعل الله تبارك وتعالى يعني يهدينا جميعا إلى سواء الصراط ويهدينا جميعا إلى الرؤى المباركة الصالحة التي يفرح بها الإنسان وينشرح بها صدره أيها الحب الكرام إذ نحن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام في مسجدة صلى الفجر وقال من رأى منكم رؤيا فيقصها كي أعبرها له ثم الصحابة كل منهم يقول رأيت كذا رأيت كذا رأيت كذا فيعبرها النبي عليه الصلاة والسلام تعبيرا حسنا وهو سيد الأئمة وسيد ولد آدم وهو سيد المعبري فأقول أن أيضا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مصدرا لتعليم العلم الشرعي وكان مصدرا لمعرفة الرؤى المباركة الطيبة فإذا عرفنا ذلك وتيقننا إن شاء الله بذلك نسعد ونفرح إن شاء الله برؤية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المنا أيضا أيها الحب الكرام ننتقل إلى موضوع آخر وهذا الموضوع الرؤى التي تم اختيارها طيب قبل أن ننتقل إلى قسم تويتر والرؤى التي وصلتها المميزة نأخذ الأخت أم نورة من الرياض تفضلي السلام عليكم شيخ السلام ورحمة الله شيخ أنا تحلمت أني راقب أنا وزوجي دتسن معنا من سيارتنا وأن عمي أبو زوجي وهو رجال تعبان عمري يعني خمتة فعين أصلا هو تعبان أصلا بس أنا تحلمت أنك أنا طالب لك أني يبغانا إي وراقبين دتسن مع سيارتنا نحن نموز السيارتنا جيب وأن يوم أني قبل أن أركب لقيت واحد من جماعة ناس مسعود وسلمت عليه بيدي مع أني أنا ما خامس أصلا أنا الحمد لله ما خامس المهم ركبنا ورحنا البيت عمي كأنه نازل شوي يعني بيت كأنه نازل شوي موزي البيوت الثانية نزال التنوية حتى اسم عمي يبغانا أن القواح سعود نفسه جنب البيت وأسلم عليه بيدي ووحدة اسمها عائشة أيضا من جماعتنا وأسلم عليها بيدي وأنا أصحى بس نحن هيوة بس طيب حياسة الله يا أم نور حياسة حياسة أم نورة بالنسبة للسيارة في المنام في الغالب ما تفسر بتفاسير كثيرة جدا ومنها تدل على حياتكم الخاصة والعامة وقد تدل أحيانا على السفر قال سبحانه وتعالى وجاءت سيارة السيارة في اللغة وفي التفسير تبين أن مجموعة مسافرين أيضا جمال السيارة إن كانت على كلامك أنها تدس وكذا إن كان لونها أبيض مثلا أو فيها التساع فهو فرج اللي قولي سبحانه وتعالى أن الأرض واسعة أيضا رؤية الزوج أنت معه يدل على المودة والرحمة بينكم إن شاء الله قال سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة أيضا كذلك اسم سعود ربما يدل على حملك بذرية ولد قال سبحانه وتعالى يا بشرى هذا غلام واسم سعود ربما يفسر بالسعادة وعود الأيام المباركة للإنسان قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس أما السلام وأنت في عادتك أنك لا تسلمي على أحد ربما يدل على حملك بذرية ولد قال سبحانه وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أما رؤية المنزل ترجمة نانسي قنقر